الاجتماع التفاكري الذي نظمته وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لدراسة برنامج السلام ما بين سكان المناطق الحدودية وخاصة بين الشات وجمهورية إفريقيا الوسطى بهدف وضع استراتيجية لدبط التدقلات لأصحاب الثروة الحيوانية والمزارعين فقد أوضح كل من مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق البرنامج العام للسلام والتعايش السلمي عبر المناطق الحدودية وعن ضرورة الاجتماع بحفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد أوضح المدير العام لإدارة تنظيم المهنيين للثروة الحيوانية عن المزيد من هدف هذه الجلسة التفاكرية المنتمر ده يلم يعني كله الناس المتقسسين في هذا المجال مربين المواشي بنفسهم الإدارات المركزية، الناس الأمني، كله أشانشنوه طبعا الناس في الحركة بين عبر الهدود دائماً بحث الإنزاح قلنا كلنا نلموا من جانبين يعني جانب كاتو جانب أفريق الأستاة لنشوف كيف هلول المشاكل ده وللتنويه فإن الجلسة شارك فيها مناديب الوزارات المعنية بالإضافة إلى السلطات الإدارية والتقليدية وحتى الرعاة والمزارعين ذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية ترجمة نانسي قنقر